إذن مشاهدين ملف الانتخابات سنفتحه بشكل أوفى مع المستشار في مفوضية الانتخابات السيد حسن سلمان مرحبا بك أستاذ حسن يعني يوم غد هو الانطلاق الرسمي للحملات الانتخابية ولكن الواقع يقول أن العديد من الحملات أو العديد من التيارات والأحزاب بدأت فعليا بحملات الانتخابية كيف ستكون المراقبة؟ كيف ستتم عمليات المتابعة؟ كيف سيتم احتساب أخطاء أو تجاوزات هذه الكتل؟ بدءا بسم الله الرحمن الرحيم تحية لكم ولمشاهدي قناة العراقية الكرام ملف المرشحين أغلق كجانب استعدادي بمصادقة مجلس المفوضين على أسماء المرشحين الذين يتسنى لهم القيام بحملاتهم الانتخابية كمرشحين وفقا للقانون حقيقة مسألة الحملات الدعائية الانتخابية منظمة بموجب نظام خاص هو نظام رقم 2 الخاص بالحملات الدعائية الانتخابية وبمصادقة مجلس المفوضين يحق للأعداد التي تم المصادقة عليها وهي تقريبا حوالي أكثر من 5900 مرشح لهم الحق في موارسة الدعاية الانتخابية في ضوء مفردات النظام الخاص بالدعاية الانتخابية هذه الدعاية مثبتة بموجب هذا النظام ووفق مفردات النظام بمواد تقريبا تصل إلى 20 مادة تتعلق بسلوكية المرشح أو الحزب أثناء مارسته الدعاية الانتخابية وبالكيفية التي يمارس بها الدعاية الانتخابية وبالمواد التي يستخدمها وبالأماكن المحددة من قبل البلديات وأمانة بغداد وبلديات المحلية بالنسبة للجال هذا بالإعلان أو الترويج التقليدي هناك أحزاب لديها قنوات فضائية هناك أحزاب لديها إذاعات كيف ستتم المساواة أو العدالة بين هذه الكتل وهذه هذا الأمر حقيقي يعني هذا الأمر مبحوث وفوق جوانب أخرى كأن تكون مثلا هيئة الإعلام والاتصالات هي جزء من تقريبا يعني تكاد تكون جزء إذا صنفناها إذا جاز التعبير من فرق المراقبة حقيقي لأنه الإعلام والاتصالات تكون جهة ساندة كجهة تابعة للدولة حقيقة في رصد المخالفات التي قد تقع هنا أو هناك من قبل الأحزاب تجاه الأحزاب الآخرين أو المرشحين أو ربما بممارسة الدعاية الانتخابية يعني تخرق الأصول التي يفترض أن تكون في ممارسة الدعاية الانتخابية سيد حسن لو أردنا الحديث على الحملات الانتخابية في مواقع التواصل الاجتماعي وما ينفق عليه وإيضا ما ينشر من قبل الأسماء والمواقع الوهمية كيف سيتم التعامل معها؟ هذا الأمر حقيقي أيضا إحنا بالأساس عندنا فرق مراقبة فرق مراقبة خاصة لجنة يعني لجنة رصد خاصة في المكتب الوطني ولجان رصد متوزعة على مكاتب المحافظات وحتى على مراكز الاقتراع بعدد مراكز الاقتراع تقريبا يعني لجان كثيرة هذه اللجان أما أن تستقبل شكاوى حتى من المواطن العادي ممكن أن تستقبل شكوى معينة حول مرشح معين فهذه الأمور كلها مرصودة كجانب يعني مثلا بثناء موارسة الدعاية الانتخابية أما فيما يخص وسائل التواصل الاجتماعي فمثل ما ذكرت الحضرتين فأيضا راحل هذا اللجان أيضا تصنف ممكن أن نتراقب وسائل التواصل الاجتماعي ممكن أن تستقبل الشكاوى مثلا أحد المواطنين يرى أنه فد توجه معين أو موارسة لدعاية انتخابية معينة خرجت عن المألوف وبالتالي تبوى في صورة شكوى وترسل إلى المفوضية للقسم المعنى العدد الآن أكثر من ستة ألاف مرشح هذه الأعداد نهائية أم ممكن استبعاد البعض من المرشحين لا هو نحن كمصادقة هذه الأعداد نهائية ولكن في بعض الأحيان المرشحين لم يفلتوا من مسألة المتابعة في ميدان المراقبة قد يصدر سلوك معين قد يؤدي بالمرشح إلى إذن قابل للقصان وليس للزيادة نعم هذا وارد جدا هناك من يستبدلون نعم وارد جدا وأيضا حقيقة يعني هم في ضوء صلاحيات المجلس ربما بعض المرشحين حاليا يعني في طور لأنه يعني إكمال مثلا الجوانب المتعلقة باستقالته فإحنا حاليا صادقنا كمصادقة من أجل الدعاية الانتخابية وللمجلس صلاحية استقبال المرشح الذي ينجح في طعنه خلال مدة معينة قد يراها مجلس مفوظين المناسبين سأعود إلى ثيمة الدعاية الانتخابية أو الحملات الانتخابية نشاهد حاليا من يتقدم للترشيح ويعطي الوعود الكثيرة والكبيرة لمواطنين قد نرى بعضهم بمساويات ثقافية متبينة هل تعتبر هذه ضمن المخالفات في الحملات الانتخابية نعم هو شوف في حال رفع الشكوى مثل هذا الموضوع حقيقة اللجنة المختصة ترفع مثل هكذا موضوع إلى الجهات المعنية فتعرف تدخل في باب النقاش بالنسبة للجانب القانوني فمتى ما خرقت الجانب القانوني المتعارف عليه أحيانا أكو أمور معينة حقيقة تناقش على أنها وتفلسف أو يعني تدرك على أنها مخالفة انتخابية بمجرد معرفة مفرداتها يعني مثلا كانت أكد في الدعاية الانتخابية قبل قبل كم يوم لأحد المرشحات كما يقال هي ما معروفة لحد الآن كانت لابسة زي العسكري أو كذا وصدرت من عدها وعود معينة وكذا فهذا الأمر عندما يرفع إلى الجهة المعنية يعتبر مخالفة في ضوء مفردات الانتزام بالحملة الانتخابية طيب مع هذا ذكرت جنابك أنه يجب أن ترفع شكوى بذلك وكأن المفوضية تنأى بنفسها عن رفع هذه الشكاوى أو تبني هذه الشكاوى أن هناك جهة أخرى يجب أن ترفع هذه الشكاوى لا أستاذ علي نحن بالنسبة للجوانب غير المرصودة ننتظر الشكوى يعني مثلا ربما المفوضية تعرف يعني يعني كادرها ربما لا يكاد يصل إلى حد الخروقات الواردة في الشارع من قبل المرشحين وهي تعرف يعني 15 محافظة يعني أماكن واسعة وكذا فاللي ترصد يتم التعامل معها يتم التعامل أو اللي لا ترصد خلينا نتحدث أيضا سيد حسن بعيدا عن ملف المرشحين والتصويت نتحدث عن الأجهزة أجهزة الانتخابات هل هناك إمكانية لاختراقها أو إلى ذلك والله نحن أكدنا في أكثر من مرة أنه ما يعضد تصريحاتنا في هذا الجانب أنه الناخب في هذه الانتخابات أو في الانتخابات المقبلة الناخب وكل شركاء العملية الانتخابية والمرشح وكل فرق المراقبة يعني أصوات الناخبين تكاد تكون في مأمن تام لمسألة أنه محتاطين بكل جوانب الاحتياط فيما يخص الجوانب الفنية للأجهزة الإلكترونية وقد أجرينا أكثر من محاكات لتأكيد هذا الجانب وأمامنا محاكات ترابع شكرا لك أستاذ حسن سلمان المستشار في مفوضة الانتخابات شكرا لكل هذه الانتخابات شكرا لك حالي شكرا لكم شكرا لكم